شا السق بالنفس هيدا؟ بلشنا نحكي عن تركيبة الفريق يعني كان بعضه الجيم خالص عم نحكي عن تركيبة الفريق تابع سنتي الجاي هلا مثلا هالسنة احنا عم نتعذب تنقمن البودجت كأنه فينا نعتبر انه راح دعم سعد الحريرة بس اخر شي فيه الكل عم بحط مصلحة النادي الرياضي فوق اي شي انا هيك اكدوا حاجاتكم بالكتمان امرار الربح او تعمل ملعبا النادي بيمشي معي وفي يمشي بدونك هذا ما بدي فوت فيه الموضوع مين عزبك اكتر شي تيجدد؟ كان فيني ما جدد لامير وخليه على السعر اللي كان فيه قبل كان البودجت صعب علينا وظرف صعب نزل من كونتراتو في زكزكيت بين حجمها زنطبارة وفيصل بس انه فيه كامستري بيني وبينه لا تاني نهار انا رحت لعنده على البيت واعتذرت كان شخص ما بحبه اخسر بس ما بحب زعبير حجم زنطبارة اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك جايل مرسي مرسي انك كنت موجود مع اليوم انت مسافر صح؟ رح تسافر؟ بدي سافر ان شاء الله اصبار جيد لحقتك يعني بس نقول مازنطبارة منفكر بكل شي بتاريخ نادي الرياضة لك تقريبا اكتر من 25 سنة بنادي الرياضة تقريبا ايه 24 هكشي 24-25 هكشي قطعت بكل المراحل مازن كنت اول شي تساعد بسمة ديان صح؟ اول فترة كنت فيها بالنادي لا لكي انا جيت على النادي انا من انا وصغير بحب النادي الرياضة يعني تعلمت التنس كنت صغير بقلب النادي الرياضي بتاع فيكين فيه احداث بوقتها بننزل على النادي نتعلم تنس وحضرت اول جيم الوالد الله يرحمه اخذني احضر اول جيم باسكتبول مذكره مذكر شوي منه يعني بالـ 84 ضد ايجا وقته منتخب الأولمبي الروسي لعب ضد النادي الرياضي ربحناه وقته بس معف يعني عندي هدي السورة وجعلت سفرت وترجعت في خالي زياد طبارة هو بيكون ابو لابيلال كان بمجلس إدارة للنادي وانا جاي بعدنا من فرنسا ورجعت شجعت وفتت وصرت يعني دائما كان فيه جروب شباب قلب الرياضي عم بساعدين عم بساعدوا بالإدارة وهيكي بلشنا اول فترة ما كنت بالإدارة يعني كنت عم تساعد من بره مازن من بعده صرت بالإدارة مع بريزيدان هشام الجارودة من بعده استلمت أنت الإدارة ميم طلعنا كل استابات يعني كنت فتت عضو مجلس إدارة ومدير فريق بعدين صرت أمين سر ومدير فريق على أيام اللي طول بعمره رئيس هشام بعدين صرت رئيس للنادي يعني عملت كل الإتابات بقل بالنادي ما كنت تلعب باسكت لا فولي وتنس فولي وتنس يعني بحب الرياضة بس إنو كالعب كالعب لأ كنت فوليبول أكتر وعندما كنت عايش بفرنسا وتنس الباسكتبول حبيتها يعني عندي أنا وصغير كنت حبها وعايام تعفي نحنا الناس اللي كنا نقوم بالليل حتى بفرنسا يعني تنحضر مايكل جوردن فمايكل جوردن خلاص بفوت لك الباسكت صرت تحمسي وتحضري ودريم تيم على أيامها ووقتا رجعت من بره رجعت شوي شوي تعلقت بالرياضة وقتا سبعة وتسعين ثمانية وتسعين أنا جيت سبعة وتسعين وقتا تريها مزون وقتا آخر سبعة وتسعين بلشت كان في الحقا برياضة حكمة ووقتا كمان الرياضة راح ربح أول مرة غرب آسيا غرب آسيا نظبط وخلاص بتفوت بالدام يعني بتصير خلاص صرت تحب النادي معنا لأ بحبه بس أنا يعني ترجع بتفوتي ولما تفوتي بالعمل الإداري وكان أبو حسن كان اشتفترة ظهر سنة من الرياضة ورجع وترجع أبو حسن كذلك كان فيه شباب عم يشتغلو واشتغلنا على الأجانب أول شي وهيك خلاص بصير هذا بينهن بسمية الفيروس بيفوت بالدم عن جد وأنا شخص عند الكمبيتشن عالي بحب الكمبيتشن ما في أحلى مننا وشغل الثاني هو النادي الرياضة والمنارة ما بعرف بتفوت عليه بتتعلق يعني بتصير أمرار بكون ما عنده شيء واحد على الطريق بيمرق بيعب بالنادي ما بكون في شيء بتعلق وهيك وجمهور الرياضة مثل البيت مثل البيت هو هي بتحت أنا يعني الوقتي اللي قاعد بالرياضة أكتر من البيت مازن هلأ ما رح قدر رفوت بكل سنة بسنة بتعرف بتفاصيل بس بدي أحكي هيك عن أكتر قصص عنوين عريضة نحكى فيها بتاريخ نادي الرياضة إذا بدي أبلش بـ 2004-2005 سيزن 2004-2005 قبله كان عم بيعاني شوي فريق الرياضة ما كان فيه ستابلتي عم يتغير كوتشية كوتشز في واحد مرة قال لي ما تقولي كوتشية كوتشز شدي على لبناني نحن أكل شيء هلأ أنا عم يتغير كان كوتشز وما كان فيه بالفريق صارت صفقة المليون كان الحكمة مسيطر بوقت قبل على سبع سنين تقريبا من بعد بيجي فؤاد والجروب تبعه من الشانفيل عن هذا الرياضة أنت بتعرف حجمازن أنه هيدا الجروب بنعرض على البلو ستارز مثلا بس إدارة البلو ستارز كان بدهم نشيلوا بعض الأطراف من هيدا الديل وما رجعت زبطت أدي كانت هالخطوة خطوة زكية أنكم قمتوا فيها هذه الخطوة كانت أساسية أنا عشت الفقرات السبع سنين اللي مربحنا فيها أبو طوليت وإجيت هالأبورشونيتي أول شخص حكي معه فؤاد أنا كنت يعني بالرياضة بس ما كانت بعد صرت موجود بقلب الإدارة حكييني فؤاد علي شو رأيك بهالموضوع علتل هالموضوع بده ينجح أحكي مع أبو حسن وأحكي مع الرئيس هشام وفي نادر الحريري كذلك الأمر ومشيت السفقة فؤاد قال يعني قوة هشام وقتا ما فات معه بشروط بالتنقاية بشروط وفيت كنا متعطشين وركبت هيد السفقة كانت أساسية بالمسيرة مسيرة النيدرياضي وبعدين نكملنا يعني في كذا حقبي أنا بحب يعني في بارت بتتعلمي مننا تعلمت مننا كتير وقتا كنا عم نخسر لما أنا بتكوني أنت عم تخسر بتتعلمي يعني مفروض كوني أنت عم تاخدي درس لترجع تحسن الأداء كنا ما عنا استابيليتي كنا كلما يخسر الفريق يام نغير كورش يام نغير أجانب يام دائما كان فيها الاخسارة بتولد كتير استابيليتي بالفريق هاي أعطتني أنا وقتا يعني براس أنه دائما نجب نعرف نحافظ على على يعني ناخد الأمور بهدوء مش ناخد سجن على يعني حماوة و أول لقب إجابة 2005 خمسة أوكي ف يعني بعدين الله وفع ومدت سبع سنين البطولة العربية خمس مرات مازن والعديد من الألقاب أربع مرات بطولة غرب آسيا بطولة غرب آسيا أربع مرات ربحنا مرتين بطولة آسيا برات أرضنا وفي مرة كنا لازم نحن يعني كانت واضحة أنه عن رباح أنه نحن كنا منظمين لعبة السومي اللعب التالت رابع بس الفينال ما نلعب وقتها كان قبل بنهارين اختلوا الله يرحم ويسام الحسن بتاع في نحن الفاكرات اللي مارئين فيها بلبنان هذا اللقب يعني حسين اتخذ منه لأنه الفريق الإيراني اللي كان أقوى واحد موجود كان بالأول دور ربح نفرع 20 نقطة وصلوا على الفينال صار قبل بيومين انفجار أنه حسوا حالهم مانون سيف فلعبوا برة طالبنا نلعب برات لبنان لنخلص لأنه لقب لقلنا ما مش الحال وراح مننا هذا اللقب هذا اللقب عنده أرصى بقلبك لأنه خلص كانت واضحة في كل أمور بس ظروف البلد عكستنا مازن يعني من 2004-2005 لليوم قدر يربح فريق الشانفي المرة فريق هومانتمين وفريق بيروت وفي سنتين توقفت البطولة صح كل هيدولي الألقاب وكل هيدا الربح يلي قدرت تحسطوه مازن شو تعلمت من هالمرحلة كله بما أنك عشت الاخسارة وعشت الربح كمان كله بتتعلم في الناس اللي عم تشت تعاوني مع فيه أكيب كانت عم تشتغل والناس تغيرت وإدارات كانت موجودة وإدارات سلمت أمنتها ونحن بكرة بالنستقبل كمان حنسلم هالأمانة لغيرنا بتتعلم أنه بدك ضلك عم تشتغلي ونهار يلي بتحس أنه ما بق فيه جواتك هيدا الشعلي اللي مش شعلي معه الفلام بقولها بالفنسوي أنه تقدر تربح بتكون صار وقت توقفي يعني أنا بعد مذكر في مرة بدلها براسك أنت أنا بعنا ربحانين بطولة قاعد أنا وطمام على البنش عم نتطلع يعني بلش بتاع بصير في احتفالات بلشنا نحكي عن تركيبة الفريق يعني كان بعضه الجيم خالص عم نحكي عن تركيبة الفريق تبع سنت الجاي هاي النهاري اللي بتروح منك بكوني خلاص صرت عبق على وجودك يعني صار ما قلو ما قلو معنى لأنه ما بحط تعطي متل ما كنتي عم تعطي هيدا الموتار الاساسي هيدا الدياناي اللي احنا موجود عنا بالنادي رياضي يعني لكل الموجودين الناس اللي قبل ابو حسن ومسلا أنا تمام صنع قديش فترة أنا ومع بعض وهلأ الگروب الإدارة الجديدة اللي معنا كذلك الأمر يعني في شباب يعني في شباب مثل محمد جوجوزو خالد زيدان عبد الحود تسافة دياب عندهم هال بدهم هالربح فهاي تعطي موتيفاسيون ولما الفريق يشوف انه كل إدارته متعطش بصير كمان بيعطي يعني أنا ما بحياتي بيخترع بالي انه والله هدا الفريق بوش يقوى منه بيجي بحكي سبيتش انه عملوا قدمة بيطلع بإيد كون هدا مبتع معي يعني أنا فايتين ميما بوش فايتين نربح هاي المايندسات تبعنا والجروب الموجود كله نفس المايندسات هاي تعطي كد القوة تضلك مكملة ظروف البلد عمرها ما بتساعدك خليك تهبت بس هاي اللعبة يعني اللعبة بالدم صاريت منحبة كل الجروب الموجود مع بالرياضي هيك يعني علي منصور مرة قال لي نحن بالتمرين ممنوع نخسر ممنوع الاختار بالتمرين بفريقنا دار رياضي كل حياتة كأن أمرار نجي نحضر التمرين بالرياضي يعني مش هانا بس من أيام يعني من أيام ما توني مادسون وجو فوجل والركيز الوحيد الشخص البعض موجود بكل هالحقابات اسماعيل أحمد يعني وأكيد كينجا عبد النور كلهم عندهم نفس المانتالي كنت عمت حضر التمرين عمت حضر رماتش أمرار عندما يصير في تنشن بالتمرين يجي يطر المدرب أنه يعمل شوتينج التمرين لأنه كله ما بده يخسر يخافوا من الانجريز مرع قال لي شيف أدقب وشاقرة أنه خاف أنه قال له لغالب عنها جيم روء شوية يعني كان التمرين جيم وتجي التحضر ريها ومرار يصير مشاكل تحليها بدك تحليها مشا ما يصير في مشاكل بقلب الفريق مرار هالكم بتشن اللي عم تصير بالتمرين يعني كانت هاي وبعد أصلا على فكرة يعني منجي منتفرج على التمرين بعد نفس الشي و الله يحمي إسماعيل أحمد عم بيعطي هيدا ال دي اي عم ماذا إذا بدأ أحكي عن استمرارية نادي الرياضة شو هو سر هالاستمرارية بتقلي الاستقرار المادي الفيجن اللي موجودة الروح الإيطالية يعني شو السر أول شي لإليه هو جمهور النادي الرياضة جمهور النادي الرياضة دائما بيعطيك هال هالدافع أنه أنت جوتك عم تجي ككل الناس الموجودة عندك هال أنا بسميها النعمة من عند الله أنه تقدري تبسط العالم هذا الربح أو تربحه عم تبسط عالم بظروف صعبة يعني بظروف بلد كتير صعبة الاستقرار المادي نحنا آخر خمس ست سنين نحنا مانا أكبر بجد استقرار المادي أساسي بس نحنا نعمل كل طاقاتنا تنقدر نأمن المستلزمات الصح للفريق بس مازن ممكن يكون البوژت منه أكبر بوژت بلبنان بس عم يتأمن فيه يعني فيه فيه صعوب بس هلا مثلا هالسنة نحنا عم نتعزب تنقمن البوژت لأنه لبنان ما آمن الكبو اللي وقع فيها بس فيه يعني في هالكبوژت يعني في هالكبوژت بالأحرب الفرنسي وإنه بيعرفوا شو ما يصير آخر شي لو تأخرنا وصارت معنا شفترة تأخرنا خمسة شور بالنادي على المعاشات ورجعنا سكرنا هاي دة من ثمان اي يعني بلالفين وخمسةاش عفين وستة عفين وسبعة عش جعنا سكرنا هون بيعرفوا أنه حتى إذا تأخرنا آخر شي تلو أنه احنا يعني كل هالجروب الموجود هنعمل كل طاقتنا تنحافظ على النادي الرياضي وحنسكر فهي بتعطيكي كمان اللاعب مرتاح معك بيعرفيك مجربيك بيعرف أنه انت آخر شي بينطر عليك في محل ما بضحي معك في محل ما بيتفهميك بيعرف انه ما انه ما اضطر يعمل برشور يعني امرار بتعفيه لما ما تكون انت توسعي بحضر ما بتتمرني او بتعمل هالكاندا في برشور هدي ما ما بيعملوها لانه بيعرفونا انه احنا كل الوقت همنا نأمن الاستقرار المادي وكل الناس ساعدت يعني الله يرحمه كان فيه رئيس رفيق الحريري كان عم يدعم النادي الرياضية وبعدين دولة رئيس ساعد الحريري بالماضي كذلك الامر دعم كتير وكل سبونسورز الموجودين بالنادي الرياضي هلأ مازن فيه دعم هلأ سبونسورز كلها عم جرب نشتغل تنأمن تناخد كمان النادي بمحل يكون سبونسورز عم بلاقوا حالهم من خلال الفيزيبليتي اللي عم يخدوها من النادي الرياضي بس كأنه فينا نعتبر انه راح دعم ساعد الحريري لكن نحنا هلأ عم نجرب نحنا هلأ شو عم نجرب عم نجرب هالنادي نحافز عليه بكل الأطراف تدعم يعني مشين هيكي مسلا أنا الناس بقول لش أنت هلأ جيت عملت مبحيتي وفي مجلس قمنا بالنادي الرياضي ارتقينا أنه آخر شي هالبرجت هالسنة انتفخ بطريقة مش طبيعية نحنا ساهمنا فيه بس نحنا ما بلشنا وشايفين فيه خطر بهذا البرجت الكتير كبير إجا الاستاذ عسعد سقال اللي أنا حابب أدعم النادي الرياضي حطينا كونديشنز مشين ما يصير فيه تضارب طعف دائما أنت تخلق أنت تتانية موجودة فيه فيها تكون فيها تخلق مشاكل بإدارة النادي الرياضي فباسيك من أول الطريق كان الأمور واضحة بيني وبيني وبينه أنه عندك دور تساعدنا على خلق مجلس أمنا تكون الدور الأساسي على هذه الأول سنة تنوصل تقريباً 20 أو 25% من بجت الفريق الشباب لسنتجي فعم نجرب نحاول هالنادي كل الأطراف اللي حاب بتدعم الباب منفتح لإله تتساعد النادي الرياضي لأنه النادي الرياضي صار برهن هالسنة أنه أول شيء نادي لكل لبنان نحنا لعبنا بينهاد نوفل وإن شاء الله هالسنة وصل كلها بينهاد نوفل لما تطلع على الخليج بتعب بتعب كل يعني عبينا الملاعب بالكوات بقطر دوباي يعني فيه انتشار فآخر شيء كمال للمعلنين إتسا بلاس أنت تكون اسمك مع نادي مثل النادي الرياضي والفيزيبليتي اللي هو بيعطيها عم نشغل بهذه الطريقة نحنا مش هي موضوع التمويل كنت عم تحكي عن نقطة كتير مهمة هي أنه بيصير فيه بعض الأحيان تضارب في الإدارات وعملش هدا بكذا مطرح كيف بتقدر عطول بفكر بهذا الموضوع تعمل هالبالانس يلي موجود بنيد الرياضي يعني مازن بالبيت العيلة بين بعضهم بيتخانقوا لأنه فيه احترام أول شيء يعني أنت فيك تختلف بس فيه رولة معينة يعني عطول بفكر كيف تقدر تجمع بين ما تنسى فيه ناس من العهد القديم ناس من العهد الجديد وأكيد بيصير فيه أوقات تضارب بالقراء شيء طبيعي هذا شيء هالسي كل حياته بالنيد بيكون فيه تضارب بالقراء بس آخر شيء فيه الكل اللي عم بحط مصلحة النيد الرياضي فيه أي شيء يعني وفيه احترام يعني فيه محل فيه أمور بتاخد يعني كمجلس إدارة نحطها بمحلها وبنتدولها وفيه قرارات بديك تاخديها تتقدري تتمشي وبعدين أول شيء بتحاسب حالك يعني أنا شخص أول شيء بحاسب حالي لأنه أنا عندي هاد مسؤولية كتير كبيرة مسؤولية النيد الرياضي هي مسؤولية كتير كبيرة وكل عضو موجود معنا بيخدها بهالطريقة حتى الأعضاء الجدد يلي صارلون سنة يخذينا هاد المسؤولية بهالطريقة ما تنسف يا عندك أبو حسن كل حياته عايش بالنيد الرياضي وضمن النيد الرياضي فعندك هالقصص وكمان الرئيسي شام الجارودة يعني عطل النيد الرياضي من النيد الرياضي يعني بالملخص مازن الكل بيحط مصلحة النيد الرياضي فوق أي اعتبار مية بالمية وهاي أساسي ويمكن أحد يعني نحنا كلنا مشجي أنا قلتها مع غيات أنا مشجي على النيد الرياضي قبل ما أكون لا رئيس ولا أهمين سر قبل ولا مدير فريق أنا بحب النيد يعني أنا برجع بعيدة مرة واثنين وثلاثة نهاري اللي مثلا بحس حالي خلاص عم بيخلص دوري بالنيد الرياضي هارجع سير جمهور ما عروح افتح لا نادي تاني لأنه ما فيني خلاص هذا النادي عفكرة لم نسمع عطول أنه مازن ما نمطول بقى كرئيس للنادي لأنه فيه أمرار طبيعي لأنه كل رئيس موجود استهلاك إذا بدك تشتغلي بشغف تستخد من وقتك من وقت عائلتك وقت شغلك وكذلك الأمر البراشر صارت بهذه الفترة البراشر المادية عالية فأنت عليك دائما بوجت بك تأمني وتأمني المعاشات هذا ضغط ضغط نفسي يعني بتصير أنت في محل ما تمر بفترات أن تسألي حالك أنه أنا لازم بعد تكمل وخاصة مثلا تعرف الأدرات المالية كانت شيء في 2019 الحمد لله يعني تطبقوا بالبلد الشيوعية علينا كل ياتنا سوا بتصير إدراتك المالية غير إدرات المالية في 2019 فبضلك عم تسألي حالك قادر كميل إذا صار معي شيء هالالتزامات كيف ننسكرها فهذا ضغط بتكون على الإنسان نفس الوقت في ضغط كمان إنك تترك مطرحك فادة كمان ماذا هي ضغوطات من كل الميلات لا بس يعني أنا إذا بتشوفي مجلس إدارة الرياضي والكل الموجودين دائما ما في حدا أنا لأيلي ما في حدا يعني كل شخص مهم بس أنا على صعيد الشخص النادي بيمشي معي وفي يمشي بدون بس المهم أي شخص بالمستقبل بده ييجي بده يكون عنده هذا الشغف والشغل الأساسي بالرياضي إنه الكل بفتش على مصلحة النادي مثل ما قالت مش شخص ييجي يستعمل النادي هادي مهمة لأنه أمرار بتعرف في ناس بيكون عندها طموخة وهيدي أمرار هي اللي بتخرب هي بتكون الاكسبوجر هي بتكون آخر شي أنت هذا ضرر في محل ما بوزيتف لأنه بيجي جخص بده بس إذا بس تارجت باعت الاكسبوجر وما حبة هذا بتصير هوني ضرر لأنه أول ما يحس إنه وصل اللي هدفوا بالأكسبوجر في اهتموه والشي لمهم أكيد مي بل مي مازن بما أنه فتحنا سيرة المصاري والبوجت والسبانسورز أنتو هلأ ربحتو مثلا هيدا السنة البطولة نعم بيطلع لكم مردود مالي نعم من مي بيطلعنا مردود مالي إذا ربحنا ما في هكشي في لبنان نعم ما كنت بعرف نعم بطولة لبنان ما بيطلع لكم مردود مالي كل البطول بس تربحوا بطولة لبنان نحنا ندفع بونسات للاعيبتنا مننا منكم بس ما في لا هلأ مثلا وصل وصل شي نمني حطت هال غايدلاينز نوما تربحوا بيطلع لك بيطلع بونس اوكي يعني واتربحنا وصل طلع لنا بونس ايدي ووردوائد عفقنا ووردوائد نحنا ما عنايها هلأ نتبه بقد بعرف هلأ كمان ظروف المادية ما نهينا اكيد اكيد اثنين هلأ الاتحاد رجع وقف على اجراء يعني انت ما تنسى الاتحاد من زمان كان كتير مديون صح هلأ رجع الاتحاد وقف على اجراء وقوانين الموجودة بقلب اللعبة صراحة ما بعرف اذا هن بقدروا ياخدوا قرار فيها انو والله البطل منعطيها المبلغ التاني منعطيها المبلغ حتى القوانين الموجودة يعني صلى الله من زمان يلي كمان بدها جمعيات عمومية تتغيرها وما حدا عم بفوت فيها انو مدخيل الملعب يتقسموا على كل الاندية يعني انا والحكمة يعني او تقول انا الناد الرياضي اكيد الناد الرياضي والحكمة مردود ملعبة بيروحوا يعني كل مدخيل الملعب بتروح على سلة بينشيل مننا كوست طبعا الماتش اذا ماني غلطان يعني بينشيل مننا كوست معين او 20% بيروح للاتحاد بيتوزع 80% سواسعة كل الاندية يعني حتى هاي ما النفار اتنين كذلك الامر وتأنت التي في مثلا الام تي في اخذ الحق النقل فيه مصارع يندفع الكل عم ياخدوا نفس نفس الشي مش اللي عم عنده اكتر بياخد اكتر او يلي رانكينج تبعه صار اعلى بيعتوه اكتر يعني مانا لنكت لهذا الشي كله انه بس هذه الاوانين لازم تتعدل بس ما زل انتو بس هذه الاوانين فيه بروجيط طويل بروجيط لازم ينشغل عليه من ضمن الاتحاد بس ظروف امرار بيكون فيه انتخابات فيه ظروف غير مؤاتية انه ينخلق باللبنان وانا قلت مش اول مرة عم من ضمن الاتحاد الاتحاد كون تحت مسؤوليته ينخلق مثل سوبرليج لبناني بقوانين عصرية وما يكون فيه ليش بتحت الاتحاد اللبناني مش من الاتحاد بالعكس انت بتقون شي جديد بتخلق وينين لقلا بتخلق الف كاين دف فرانشايز جرب بقى هاللعبة تمول حالها لانو كل نادي بتوصل لمرحلة الشخص اللي عم بقدر يقمن تمويل او يمول من جايبته حيتعب اذا ما خلقت هالسيستام اللي هو يضخ مصاري حنشوف ديما مشاكل اذا بدأ احكي عن نادي الرياضة كتير نحكى انه عملتوا رينوفيشن للملعب مازن والجمهور كان متوقع انه توسعوا شوي الملعب هيدا هلأ اذا نفوت بتفاصيل ما بنخلص بس هيدا التفصيل مهم انه جمهور نادي الرياضة جمهوري كتير كبير وعم نوصل انا كنت موجودة ما في محل للجمهور جورزي السيل هيدا شي كتير مهم خليني احكي عن اذا بدك نقطة بنقطة اوكي جورزي السيل هلا اذا بتنتبهي واطلقناها بالقالة دينار انه الويب سايت جددنا اوكي بال بالويب سايت في تو ساكشن واحدة كل شخص فيه فوت يتبرع لنادي رياضي وفي البارت الإي كومرس يلي بالمبدأ من خلال شهر بده تنطلق ونصير نبيع فيها جورزيات النادي الرياضي انلاين هاي بارت من التمويل تبعا النادي السؤال اللي قبله انه موضوع الملعب حرجع كنجزة شوي لورا انه 2018 يعني حتى قبل البلد منو ستيبل كان فيها كتير يعني كنا مرئين بك لطس او كرايس جينا 2018 حتى لو عنا هيدا الفكرة اجا الكوفيد واجا مشاكل لبنان وهيك فاذا بدك تعمل ملعب يكون في عندي خيار امرار الربح او تعمل ملعب يعني تتلاقي التمويل لها الشغل تام نفس الوقت ما نعيني الاولوية للربح اكيد الا الاولوية دائما للربح هلا بنفس الوقت عم نجرب نعود انه وعملناها سنت الماضي انه مسلا وصل نلعب نهد نوفل ليش مش بالمدينة الرياضية مدينة الرياضية بدك تير شغل وانا رأيلي بلايا حلو انه العب نهد نوفل عم نروح من منطق لمنطق وهيدا الشيء اساسي هلا كمان مسلا ضمن الادارة عم نشتغل على نخلق بس نشوف كمان مع الاتحاد وتأخرنا فيهم هدا الموضوع ومنحكي في ديما مبين كأننا ما بدنا نفسه انه اللي يصير في انلا سيلز للتيكتز هيدا عفكرة بالاسئلة سألوني هيدا السؤال ماذا كان بدأ اسم هلا مفترض سيف سيف دياب وإحمد شاكر عم يهتم بهذا الموضوع هلا حيتأخر بدنا اللوجيستيك ستبعونا عم نتفق مع الشركي نعض مع الاتحاد نصير نعطي أفانتاج مسلا الشخص اللي اجع حضر هوبس وحضر بين هلالين يعني دائما أنا بقول هوبس لأنه جاسم قريب من حضر جيمات معينة أوكي بينفتح لو إذا الله وفقنا وصلنا في الفور ينفتح له الأولوي لا يحضر بالفاين الفور بصير هو التيكت طبعو مع أولوية تيفوت اثنين نحن واجهنا سنت الماضية ويلي قبل ويلي قبل عم نواجه مشاكل وامرار في ناس عم يكون مع تكت مع تدري تفوت هايدي لقالي أنا من أسوأ شي لأنه هايدي لقالي أنا بعتبر أنه كان في سوق أمن بين جمهور وهذا شي من مقبول هاي ده نشدد الضوابط هالسنة لنشوف إذا في شركات هنسلم البواب مع نخلي حدا إلا شركة من برد تستلم البواب مشاين ما يصير في لغط حدا يفوت يعرف أصحابه هيك مشاين قد ما فينا قلق ما في شي بيجي مضمون مية بالمية بس مشاين نوصل لمرحلة على أي نخفف هيدا هيدا الشي لأنه مضر بصورتنا و و كتير بيشع واح عملوا اشتراك سنوي هيدا مهم نحن عنا شغل حتى الحكمة عملوا تيفي يعني هو القصص مهم بيعمل جمهور سبسكريبشن بيشوف هلأ نحن عملينا من زمان رجعت وقفت كنا عملين اي دي لجمهور النادي هلأ هنرجع نطلق هنجرب نعمل ايا اونلاين يا بقلب النادي يعمل الايد تابعين اثنين نحن عنا المنصة الكرسي تنشرة على الموسم وعم نعمل بالسكشن البي هلأ كمان عم نعمل سيزن تيكت بس ناطين شوي في كم شعر مع الاتحاب ننقر يصير وحنعلن انه يلي بده يشتري سيزن تيكت بيشتري كرستو معروفة ايا هي مرقمة لكل الموسم هاي بتساعد شوي النادي بالمدخيل وبنفس الوقت بتكون بتريح الجمهور انه انا عار حالي كرستي موجودة ماني مطر اتلبك بشراية التيكت حتى اون يعني هول قصص بتنحل مازن ووفر اول ما فيه مشاكل يعني مادية بالفريق انا هدا كان سؤال بالأول غصنا بكل هول انه فيه استقرار مادة بمطرح بس بحاجة بس ما فيه شي بيطلع للعلن مازن هيدا هي النقطة اللي كان بدألك ايها هيدا شوي انا حتى من قبل اذا بترجع بالزمن لورا فيه سرية بفريق نادة الرياضة وهيدا شي منيح يعني ما بتطلع المشاكل ايضا واكيد بيصير فيه مستحيل ما يكون فيه ببعض الاحيان مشاكل دائما فيه مشاكل بيصير فيه مشاكل وما كان بالعائلة مثل ما قلت بس انا شوي شخص بحب اموري تكون بالكتمان طبيعتي هالأمرار بزيدة يعني بعرف حالي بس هدا انا يعني لازم بتاع يعرف العالم انه يجو يحطوا ايدا معكم بالنهادة نحنا بحاجة للدعم اي شخص ومش نحن خلقنا مجلس الامنة وفيه ناس يلي حاب تفوت عمجل الامنة تدعم النادي الرياضي فيها التواصل معي او مع استاذ اسعد سقال هاي بكون طريقة تدعم النادي الرياضي وتساعد بمعارف تدعم النادي الرياضي هلا الباقي المشاكل اخر شي انت بديك تحترمي مؤسسة مؤسسة عليك مثل النادي الرياضي بديك تحترمي تحترمي انه اكيد في خصوصية مثل اي مؤسسة فيها تمرق بأي ظروف بس الخيديبيلتات الموجودة بتحافز انه انت ضلك ماشي بالطريقة الصحية وانا ما كتير بنحكي يعني ما اني انا دائما مادة دسمي للصحافة او لشارة بادما فيه خلي اموري طي كتما مثل ما هالسنة مثلا مديوب كان هذا الفايل انا ما كن بدي عمله سري تيكون سري انه تخبي لانه تينجح تينجح بتآمن انه القصص يلي بتطلع على العلن ما بتنجح اذا مخطط مثلا انا اكدو حاجاتكم بالكتمان انا دائما هيك 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 بحب اشتغيل تخلص الشغلة و هاده شخصية انا بحس انه الشغلة اذا مش لقلي ما رح تكون لقلي لو خبت او مخبت اي بس هاي يعني في امور مثلا انت بديك تشتغيل على رواء امرار جمهور وحقه بده يعرف لانه عطلين هم الفريق لانه منه بيكون بالقرار بس امرار وقتا ينزل اسامي كتير ما بتكون انت في اسم عم تشتغيل عليه في امرار ناس بتحرتقلك على الدين فهاي موجودة فبديك انت تحمي الشغلة اللي انت عم تعطيه الوقت تحمي لانه عندك هدف تربح بطولي لو هدف بس عادي يعني انه انا عم شارك بدي عمل اوكي ما ضروري تصرف بهذا الطريقة بس لو هدفك انت تربح بطولي فبديك تعلي كل تشتغلي بطريقة كتير طيل كتمان ماذا عند السؤال هون كمان بصير فيه عطول لغة عليه السبانسر يلي بيجي بده يساعد ويحط ايده مع اي فريق خلينا نتبر مع فريق ناد الرياضة بيكون له قرار بمطرح معين او بتقلي هول قصص اول ما يجي السبانسر بنحكي فيه بنوضح كل الامور انه انت فنيا ما لك دور تعالت رأيك احنا هده اول مرة عنا مجلس امنا كل الموجودين بمجلس الادارة اخر شي سبونسور لانه اخر شي عم هن عم بيدفعهم من جايبتهم يعني مجلس ادارة الادارة الادارة عم بيدفعهم من جايبتهم وصم وعم بيجي كشركات عم تحط اعلانات وعم تدعم الادارة وعم تاخد الفيزيبيت بس اكيد الموضوع الفني ما فيكون في انتغفيرانس لانه اخر شي الموجودين عندهم هده الخبرة الطويلة تيعرفوا كيف يديروا الامور وهاي كتير واضحة مثلا احنا بموضوع مجلس الامانة انه ما في دخل فني ابدا في تركيز على موضوع فاندريس لانه كمان من جهتهم شايفين انه الناس الموجودين عم تعرف تدير الامور بس ما نساعدها مديها ما ازن بعدك بتحط من جايبتك مبلغ كبير للنادة هذا ما بدي فوت في الموضوع يعني لا لا انه هيدا دعم فؤاد ابو شقر قدي يخد منك مصاري فؤاد فؤاد وينما يطلع بيقوله قال لي انا مدفع ماذا انتبارا مصاري قال لا لكن الله يرجع ظروف احسن بهالبلد كون كل الناس اللي بتشتغل بطريقة نظيفة بالبلد ترجع تدعم اكتر واكتر الرياضة يكون عم يشتغلوا بطريقة نظيفة بالبلد للأسف لانه أنا من ناس مؤمنين ببلدنا بس بلدنا ما بيكون دائما منيح مع الناس اللي بيشتغلوا بطريقة نظيفة وهيدا الشي ان شاء الله يبقى يتغير لانه كل الكافيات اللبنانية اللي نشحان كتير برا عم تهرب من لبنان وهيدا الشي عم نروح نطور بلدان تانية لانه ما عم نقدر نخلق البيئة الصح بلبنان لما البلد يكون منيح بتقدر تجزب الناس اللي حتحب تعطي امرار بدون مقابل لدعم الشباب لتبسط العالم يعني دائما الواحد اذا الله نعم عليه انا بلاقيه حيد النعم انه يقدر يساعد ويكون في محل عم بيتطلع انا قلت بالجالة دينر وقت عم نشغل على البرجت بيجين كتير ناس عم بتواصل مع ناس يدعم الناد الرياضي دائما في اجوبة وبفهمها انه انا بفضل بهذه الفترة فيه طبيب لناس فيه تعليم لناس فيه مساعدات انسانية للاشخاص لانه وضع البلد متل ما شايفينه يعني عايشين منه بلد طبيعيه بلهم تعطي امل للناس وتهتم بالشباب وبالنشأ اساسي متل متل الامور الانسانية اللي زكرتهم قبل هذا موضوع كتير مهم ما بتحس تغيرت شوية الموطال التاح جمازا هيدا الفترة يعني بتحس صار فيه بمطرح معين وعي عن اهمية الرياضة مؤخرا خاصة لك في وعي ومنتخب لبنان دائما كمان بيعطي البوش ونحنا كمان نتائجنا اللي عملناها لو ما صار في إصابات بوصل بصير بتاعتي هيد الامل بس لبنان تعبان يعني امورنا متل ما هي الشعبنا تعب الرياضة بتحافز عالبلد وبتعطي الامل وبتعطي الصورة الصح يلي انه الفترة اول شي جربوا يعملوها مقصومة طائفيا حتى الرياضة انا لانه جاي من جاي من هذا فبالعكس فرجت ان الرياضة لا مش ضروري في تنافس وانا شخص بكرة اخسر بس ملن موضوع طائفة بالعكس موضوع رياضة وهيدا الشي مثلا نحنا بالرياضة بالرياضة سوري تعملت تحكي بفؤاد ابو شائرة كمان مجيد فؤاد على النادي وكتير صار في وعي عند العالم مزبوط انكسرت هيدا الفكرة كمبليت لي انا مازن برأيه لا انا انا الرياضة عم تعطي الصورة هيدا النقطة اللي انا مجارب قولها هيدا الصورة الصحة عم تعطيها الرياضة هاي لازم تتقل كليا على البلد ونوقف تكاذب بالبلد لانه البلد فيه كتير تكاذب نحنا صرنا بوضاع لازم بقى نقوم ببلدنا والرياضة اجزامبل وقتا عم نشتغل صح عم تدت تعطي نتيج منتخب لبنان بالامكانيات اللي عنده موجودة راح بطولة عالم النادي رياضة بالامكانيات اللي عنده موجودة بلدنا ربحنا على ايران وراحين كنا نربح وصل لو ما صار في اصابات وكنا فينا نربح اسيا روحنا تتاتة بوينتغار اخر شي واحد مضة تتاتة بوينتغار وامير بيلعب بالدوران لعبنا الدورة بامير يعني هاي ما انها تكنيك بتأثر كتير فاللي عم جارب دائما الفكرة عم جارب بوصلة انه الرياضة بتعطي الامل وبتفسر للشباب انه اذا بتشتغل صح فيك توصل وهي دي نقطة اساسية فاذا بيشتغلوا كمان بالبلد بالطريقة الصح بلدنا عنده كرشي تينجح ان شاء الله لا بنتظلوا الامل موجود واذا النهار ان شاء الله الامل راح البلد هلا نحنا بطلنا بالرياضة لا عم تحكي نقطة كتير مهمة مازن وحبيت شو قلت باول الحلقة انه جمهوركن هو اساس بالنسبة للكون هو الموتيفاشن طبعاكن مازن لأي مدى بتحس إلك تأثير عجمهورنا دي الرياضة هيك ما بعرف عندي سؤال لأنه فارشاغلة قبل مثلا الانسدنت طبع وقل عراجة وقتا انتقل لفريقنا دي بيروت اكيد قامت لأيامي برجع بقول أنا عطول بس تقوم ايامة الجمهور بيكون بيحب بيحب اللعب هيدا لكن كل ما تكون قوية كل ما تكون قوية كل ما بيكون لأنه محبة بس بمطرح معي سمعنا كتير أقويل انه كان ممكن رئيس النادي يحط حد له هذا الموضوع يعني وصلت القصص انه ينزل الجمهور لتحت بيته لوائل صار كم شغلة كنت عم فكر أنا بوقتها انه هل ممكن ما زني أصلا إله أرار إلك أرار مع الجمهور أو بتقلي هيدا جمهور هو حر يعبر بالطريقة يلي هو بدوية مش هيك الجمهور أو شي جمهور نادري هذا كتير كبير أنت بتشتغلي دائما تتفرج الصورة يلي أنت بتعتقد هي صح وفي أمور بحياتك معروفين المبادئ بتحكي صح وقتصار مثلا يلي صار مع وائل أوكي بتحت بيت ويلي كتابت أنا كان ساعة تواصل 12 ونص يعني كنا مآخرين بالليل حكيت مع زينة كنت رايح لعندهم قالت لي لا خلاص زينة خلص اللي صار تاني نهار زينة والدت زينة والدت تاني نهار أنا رحت لعنده على البيت واعتذرت أوكي لأنه فيه لميت ما لازم نتخطى وكذلك الأمر يعني كل الناس بعد فترة كمان هينة إذا أنا بس عم بدي أعمل شعبوية باللبنان هينة تعمل شعبوية أنت كنت رئيس للنادي الرياضي في كتير أمور بيأخد مواقف عالي السقف وبعمل بعمل فيها يعني قرارات شعبوية والناس بتمبسط فيها لأنه فيه feeling دائما بتعفي باللبنان أنه لازم تعلي سقفك أنا دائما بحط تارجت لقالي شو الأنسب للنادي الرياضي وبالمعطيات اللي أنا عنديها لما بتكون دائما المعطيات مع كل مع الجمهور واتنين عندي دائما الهدف روح أربح البطولة ياما نسحب إذا نسحبت يعني خسرت ما نسحبت بعد عندي أمل أربح البطولة في سنة وقت توقف سماعيل أحمد وقتنا نرعب مع الحكم بالمشكل بالمشكل نحن كنا أبدا موضوع توقف اسمه الأحمد الحسنية كتير ظلم لأنه فتشوا بعد ما صار كل المشكل فتشوا وقتنا يوقفوا أنه صار في تلاس بينه بين الجمهور وعضاء صار في حركة بالأصباء هايدي إنه كان كم شو عليه فلعينا كتير ظلم موقت هايدي مجلس إدارة وكل الموجودين كانوا بيونسح أوكي تمام وأنا ضلنا نشتغل ضد قرار الانسحاب أوكي ف ما نسحبنا وربحنا للبطولة على بوقتها الجمهور ما مبسود كيف موقف اسمعينا بس آخر شي ربحنا البطولة لو نسحبنا ما كنا ربحنا البطولة كذلك لامة بس صار بالشألوب هون وقتها ماتش الهومانتمن كان بعني أنا أول سنة رئيس 2018 وقتها كانت البطنوار ويلي صار وكثير الأمور يلي صارت قاعد على البنش عم بحكي معي تمام إنه من نسحب تمام بحيطنا نسحبنا يعني على إي أنا وياك وتمنا ناخد السجن ما من نسحب تلو لا لأنه في ضرر كتير كبيرة على اللعبة إذا نسحبنا واحد حنقصر أكيد الاتنين ما بتحمل كانت وقتها اللعبة انسحابات سبونسرز بيهربو الناس بفكر المشاكل بتجيب سبونسرز المشاكل بتباعد هشلون أكيد بتهشلون فوقتها خدنا القرار نما من نسحب دائماً أنا عندي إنو ما ننسحب وما نروح بقرارات شعبوية تعرفي يمكن بتاخدو هايك قرار مازل بس عم بفهم منك رأت أرجع لقصة واقل عم بفهم منك أنه بوقتها كنت عم تصب اهتمامك بالمحل الصح بتقلي أنا بروح باعتذر وبفضل لك عملنا عملنا كل اللي بيدنا وقتها بس كان في تنشنز أوكي وبتصير يعني هالأمور بتصير أكيد بتصير بس أنا عم تشوف اللي في العلاقة بين الجمهور والإدارة ما تتعرف بيكون في رفض الجمهور بين الرياضة يعني بين الإدارة والجمهور دايما كمان نبط بلد يعني وقتها فيه فرستريشن بالبلد كمان الملاعب بتفرجها الفرستريشن أوكي يعني بتجارب قد ما فيك دايما تخلي الأمور ترجع لنصابة وهالسنة انتبه في هالسنة روابط حتى بالماضي يعني في سنين كتير روابط شغلين كتير وهالسنة كمان رجعوا اشتغلوا كتير وما تنسي الكوفيد كسرت شوية بس ما فينا نموان نوجه تحية ما زل لا جمهور نادة الرياضة وجمهور نادة الحكمة لهن أكبر جمهورين بالبنان هيدي السنة بالفعل يعني مثل ما هي بلا الجمهور ما في باسكت ما في باسكت أوكي يعني وما أنا عليك أنا شخص ضد المثبات وضد كل هالشي نفس الوقت بتصير كل ملاعب العالم بس في في لميت ما لازم يعني حدا يتخطاها أرض الملعب الشخصي ما بتفيد يعني عم تفرجي بس صورة عن بشعة بشعة نحنا عنا كإدارة ساف كنا نشوفه بالجامعات ما عم يحضر الجامع عم يطلع من محلها مزبوط عم نعطي الاهتمام يعني وهيدي أحد الأفانتاج لما يكون في معك صار في إدارة كمان جديدة وشابة ومتحمسة كمان بتساعد هي تركض سيخلص عند الحماس تركض أكتر منك عم بالماضي كنا نعملون هول توصل للمرحلة ما بقى عندك الانيرجي تتعملي بيجي بيجي جيل جديد عندو هالانيرجي وبيتحش فيها مزبوط مازن هلأ هيك كيك جبنا صيرة وقل رجعتو لواقل على فريقني دا الرياضة مثل ما أنت مرأ قلت رجعني على بيته بدأ أعرف شوي عن هالمرحلة وانتبهت لشغلي وعطول بلاحظة مازن أنه ما بتحب تخسر حدا من الفريق يعني أنا سمعت أنه مازن كل العالم صارت تنتقد أنه لايكون رياضة كيف ضغري بيحافظوا على لعبتهم أنا عرفت أنك أخذتهم بعد التمرين على اللاكروم ما بعرف لوين ومضيتهم بتكتا مثل ما قلت لك بلشت لك أنا شخص ما بحب أخسر بس ما بحب زعبر يعني أنا إذا جيت شي مرة ربحت محاسسة مية بالمية أنا ربحانا ما بتعنيني أنا بيدر ربح لعرض الملعب مش بالمكتب بعمل كل شي تقدر جرب بعمل كل شي تقدر كفريقي ربح دايما أمرار يعني وتقول أنا يعني مجموعتنا مش أنا بس على الصعيد الشخص لأنه ما في حدا فيه نجاح لحاله يعني موضوع وائل ما بدي كان يرجع إسيريا اللي صار السنة اللي قبل من أساس تركيبة الفريق تركنا سبوت حبينا نترك سبوت لوائل وكنا بالبطولة العربية وكان بطولة عربية أصلا ما كانت يعني ما كانت منيحة أوكي يعني عم تشوف الفريق ما أنه ما أنه ريكب صاح والأداء ما كان منيح فبحاجة أنه نرجع نجرب نرجع وائل بععدتنا هم بهونيك بكويت فتحنا خط بلشنا يعني أعتمعه شوي أنا لوائل وصار في مفاوضات الآن دغري نادي بيروت يعني كمان كانوا موجودين جربوا يرجعوا يستردوا يعني فاتوا على الخط ودينامو كمان فات على على اللعبة أوكي الآن ظروف ساعدتنا أوكي واقل حب يرجع عمل أم في بي آسيا بده يرجع يلعب بلبنان ما كان مرتاح بنادي الجهرة وركب الديل ظبطت هلا موضوع الثاني يلي أنت عم تحكيني عنه هيك صار هو صراحة صار بمبدأ أنا ما كان بدي فاود اللاعبين بين بطولة لبنان ووصل يعني نحنا خلصنا بطولة لبنان ورايحين عنا كان جمعة ونروح على وصل مظبوط أوكي القرار اللي كنا يخدينه أنه تخلص كل شيء منو عظم نفاوض هلا دينامو مضو بالسومي فاينال بطولة لبنان جدد وقته ل جاد يعني بهذه الفترة جاد خليل وكريم وكريم عز الدين وما بعف إذا لامارك جدده لوقته ولا بعض خلصت بطولة لبنان أنا شخص ما بيحكي مع حدا دورينج السيزن أوكي يعني حتى قليلتها حتى اللاعب عيني عنا قليلتها أحكي معه دورينج السيزن أوكي فاللعبيني لبرات النادي ما بحيتي بحكي معنا هوني أول ما خلصت يعني بطولة لبنان بلش صار فيه تحرك على لعبيننا فأنا صرت ببوزيشن لازم خلص اللاعب هلا فيه لعيبي دغري يعني خلصت معهن وفيه لعيبي صاروا يفوتوا عليهم كل الاندي ويرفعوا الأسعار بطريقة جنونية كنا بتمرين كنا بتمرين بالرياضة وكان يعني أنا كانت مخلص ديلز ورجعوا هالديلز ما خلصوا مية بالمية وقتا فاتوا يمكن نادي بيروت عليهم وهذا حق يعني هذي part of مع مين خلصت أول شي مازن علي منصور كريم علي منصور وكريم زكرت صح علي منصور وكريم أمير كان خالص أنا كان كنت كنت معنا هالسنة يعني أنا كان فين مجدد لأمير وخليه على السعر اللي كان فيه قبل و و ما قبلت تزعله مش هيك أنه تو بي فار معه مع أنه يعني مع أنه ديونيكزي سيزن فاتوا عليه وأنا وأمير بنعرف أنه يخشي حضل بالنادي الرياضي فمشين هيك دائما شا السعب بالنفس هيدا لا هو حب بالنادي مش إنه سأت نفس بلاس أمير في علاقة صلى طويل سنين بلاس أمير جينا سلمني أكادمين نادي الرياضي عمل لا وعمل وعمل بقلب رح نحكي عن أكادمين بقلب يعني بقلب النادي الرياضي فيه فيه علاقة من الكابتن هيدا السنة أمير أمير ففتنا خلصة التمرين من هون أنا زلت يعني زلت أصلا على التمرين طالهم يلا شباب على وخطهم على غرفة مطرح في الكؤوس وخلصت كل الديلس مازن مين أكتر لعيب عطا لنا دي الرياضي ما في نقول أكتر لعيب عطا كلهم عطا يعني في كتير لعيبة ما بتميز اسماعيل وجاعا غيرهم من اللعيبة فكريا تبه مش بالفعل فكريا بقلبك طبيعا طبيعا أنا في كتير لعيبة يعني أنا دائما كنت حتى يعني ما كنت رئيس أمين وتكنت أمين سر يعني دائما مدير فريق أنا يعني كان الله يطول بعمره ويضعته بروق هشام ويتعبروني أنا أنا فئة اللعيبة أكتر فدايما عندي ما في نقلي كلهم عطوا يعني أنا أنا مرات يعني حاقة بطويلة بتشوفي كلهم كيف آتلوا عطوا النادي جان يعني شو كتقولي عن جان جان يعني أنا فيها العلاقة الحلوة معه يعني جان في محلات وقتا كان البجت صعب علينا وظرف صعب نزل من كونتراته هادي ما حدا بيعب طب يا مازن ما كان فيه هيك فتوى تتلاقي أنه يبقى جان بالفريق ما بدي خلي جان حسناك بمطرح غلطت معه لجان لا اتأخرت ايه بس غلطت لأ لأنه بدي أعطيه كان الشي الصح وما قدرت أعطيه ما بدي أعطيه شي منه راكب بدي أعطيه شي كنت لجان كون شي صح وجان كان حابب ياخد بعض experience إن كان assistant on board كمان أنا فهمت منه مرة كان عاله بعدي وأنا بعرف صراحة أنا لإلي بحس جو أنا قلت له يا لجان بحس جان أنه أحمي حالك فزيكري بقى لمستقبلك لحياتك الخاصة فلا إلي ما لازم بقى يلعب أنا عم بحكيها محبة فيه مش إنه تكنيكلي فزيكلي لازم بقى جان يحمي حاله لأنه آخر شي هذا الجسم بده يخدمه لفترة طويلة هلأ يمكن آخر شي ويحس حاله بيقدير أنا هذا الموضوع بحكي شوي مني مرتاح فيه لأنه هالعلاقة القوية بيني بين جان بحبه في أمرار تعفل لما تكون أي شخص تحبيه ما تكون عم تحبي كي بديك تواصلينه المسج بالطريقة الصحة بس جان آخر شي الناد الرياضي بيته وقلت له إياها وكرمناه على الأساس وهذا طبيعي ودايماً علاقتنا معه كتير منيحة يعني هذا الشخص عطى كتير الناد الرياضي وفه وفه بدأ أحكي شغلي عن قصة الوفة وعن كل هول القصص عطول منخلط بالباسكت إذا بتجعب الزمن شويلة ورا في كتير لعيب يفلوا من الرياضة زعلنين وضبوط يمكن وليد دمياطي بمطرح من الوطارح زعلن وحكي عن الأسامة القديمة عطول اللي بيفوت على ناد الرياضة أنت قلت له مثل الفيروس قد ما بيحبوا يبقوا بالناد بيخلطوا هيدا الشي أنه لازم الإدارة تعطيهم مانجيريا البوزيشن وهيدا الشي مش عطول يمكن بيلائم هن طموحاتهم ويمكن ما بيكون عندكم فيكنسيز أصلاً بالإدارة أو بكتير هاي بتصير وبعدين كمان انت شخص بديك تحترمي بتعرفي كمان إمكانياتي المادية تحترمي هذا الشخص اللي أعطيك هلأ هون بتصيري أنت ببوزيشن مانا ستيبل كتير بدك تحافظي على علاقة تاريخية وبنفس الوقت بدك تطلع الفريق كيف بده يكون كيف بده تكون الأمور ضمن الفريق هلأ جان مرجوعه عن نادي دفنتلي يعني وأنا ويا عم بحكيها ومنعرفها بدي رجع على النادي الرياضي هيته عمر الترك مسلاً رجع رجع يعني كل واحد بده يرجع آخر شي بمحل ما يلاقي حاله والنادي يكون معه بس هولي كلهم كمان لاعبين للنادي الرياضي وصاروا مشرجعين للنادي الرياضي صح مازن وين بتقلي أخفقت أنا أو أنا والإدارة بمطرح معين يمكن ترجع بالزمن لورا حتى لقصة اسماعيل وقتا كان معي اسماعيل بالحلقة قال لي أنه هو ما كان بفيلم من النادي لو ما أنتو قلتوله فيل بألفان وثمنتعاش لكن في موضوعين فينا كنا نشتغلون لمأمور ما تزبط أنا بعتبر أنه في إخفاك يعني أنا مسلاً طبيعتي أنه إذا في شي ما زبط معنا وكان فينا نزبطه الأمرار ما بإيديك بس أنه بتكتعمل المستحيل وقتا اسماعيل كان فينا نحافظ عليه نعمل هذا الأفورد بس بنفس الوقت وضع المادي كان كتير صعب بالنادرياطي هلا من جهته اسماعيل بفهمه بس كمان موطياتي اللي كانت عنا كمان ما كانت هيني أمرار بتضطر تعملي شي ضحي بمحال لأنه بتعرف أنت بكون عندك غير قصص بس ما عمتدي تعمليه موضوع الصمعة موضوع وائل وشو صار كذلك الأمر كذلك الأمر أنا لا إلي يعني هول الميجور هول الميجور عصايد اللاعبين عصايد إخفاء أنا بعتبره شخصي هلأ وبعضه موجود هو توريسترقشر النادي بطريقة أكتر مؤسستية هاي ما ننشحن فيها والشغلة التانية كمان ما ننشحنين فيها وإن شاء الله هالسن الشباب شو بين أسكن تتنجحوا فيها ماذا هيدا النقطة تتحول لمؤسسه لكي دائما الجمعيات واندي ما نهيني تتشينج فيها وخاصة وخاصة إنه مؤسسة نشحانة والموجودين اللي كانوا قبلي حافظوا عليها بس في محل بديك تجاربتين اللي منستاب يعني من محل لمحل دائما بخوف هذا الشي أنا لقلي لازم ينتقل إنه دي بعد لمحل أبعاد واتنين إنه نقدر أنا بعتبره كمان كإخفاء الأمور اللي صلي فترة عم بيحكي فيها وما نفستها يعني إي كوميرس صلي فترة عم بيحكي فيها وما نفسته ومع إنه ما مفروض ياخد كل هال بس إشت الكوفيد وإجا عمرار أنت بتروحي محل بديك تستسمر شي بس لأنك أخرى مثلا بديك تأمن البوجت فهالاستثمار بدلا ما تحطي بتصير عم تحطي ترجع على الفريق عم بسير أخير لك أفكار أنت حابلة نفذية موضوع كما ذلك الأمر شاء الله للشباب ينجحوا فيه يلي موضوع الـ Online Tickets لأنه شو ما صار فيه تأثير بيكون من إدارة النادي الرياضي وقت الشخص يكون تشاري بطاقة ما يدي رفوت أو ما توصل البطاقات للأشخاص إلا إذا عندهم يعني بيعرفوا حدا بالرابطة أو بيعرفوا حدا بالنادي أو كذا لأنه مثلا على ماتشات الرياضي إذا بنقول الرياضي حكمي بيجينا طلب عشرين ألف وأنت بيكون عندك ألف وخمسمائة لألفين محل تبيعيون فمع ترضي حدا فما بحب أنا السيستام يلي إذا بتعرفتني بقدر تقدر بحب يكون السيستام إنه ما بتعرف حدا أن تقدر توصل لك وهيدي ما عم تصير فهيدا أخفاء ما فيني أقول هذا النجاح أبدا يعني بس الفكرة يا اللي اقترحت أنه يستلموا ناس من بره هيدا الملف ما زن بعتقد بتنجح هلا هيدا بنشتغل لأنه وفيه دائما بدو يصير فيه تعاون بيننا وبين الاتحاد وبينكوة الأمنية لأنه ما فيك تنجح إلى حالك بعد الشي الاتحاد بدي يساعدك هو أمنية بدي تساعدك وبنفس الوقت تحطي ناس تعرف تكون تتعاطى مع مع الجمهور لأنه أمرار واحد بيكون ما طلع له بطاقة بس عنده هالشغف بدو يجي يحضر النادي الرياضي مستعد يعمل المستحيل تيفوت أكيد أكيد فما بدك تختلف مع جمهوري أمرار شو بيكون على الباب قد ما شايفوه فوتوه بس ما هذا اللي شخصي اللي فات أخذ محل واحد بيع بيطاطه شيري بيطاطه مازن بدي قطع كمان عكذا نقطة سريعا ملف جارجع بعرف أنه نحكى فيه كتير بس صدق أو ما تصدق لهلأ بعد فيه أسئلة وصلتني وقت حطيت أنه أنت ضيفة عن هيدا الموضوع موضوع جارجع حيجي وقت وحكي بالتفاصيل هلأ ما بدي أحكي فيه لأسباب هلأ بس عندي سؤال واحد لإلك إذا ما أنك حابب تحكي أكيد بيحترم هيدا الشي بس سؤالي لإلك مازن كان فيه وجهتين نظر بهيدا الموضوع فيه وجهة نظر بتقول أنه بس الفريق يبلش يخسر بده يصير فيه شك بالفريق بده يتم اتخاذ بعض القرارات حتى لو كانت ما بتلقم الكل يعني أو ما بده تلقم اللعيبة أو ما بده تلقم المدرب بس بده يتخذ قرار وفيه وجهة نظر تانية بتقول أنه كاتش جارجع كان على الأكيد رح يفل ريجارد لس النتائج وأنه أيضا كان فيه مثل ما عم بتساعدوه لجارج أنه يبقى يعني مثلا لعب جيمز بأجنب واحد يعني بأخير وصول الأجنب خليني أحكيك عن النقطة نحن عطينا كل الإمكانيات لينجح جورج مدرب كتير منيح ما عندش يقوله القرار اللي رياضي أخدوه هو قرار كان الظروف اللي مرأنا فيها الظروف الداخلية للفريق كان مية بالمية صح بطل فيه تانجينوس بين اللاعب والكوتشن حتى هيك أنا دايما في قرار التاخذية بالحياة بيجي وقتها تتحكي فيها دعطي مسأل ببرة فيه مدرب مثلا كان بالبي اس جي تخال ما نجح بالبي اس جي مش معنات أن مدرب عاطين راح لغير محر ربحت شامبينز ليج بصمت يعني ما دايما أمرار بالتغيير انت مشبورة فيه أنا مسلا إذا انتبهت شو حكينا أنا من الناس اللي ما بدايما بيغير مدربين وقتها اضطرينا نغير جورج مدربين نحن نكمل الجيمز جورجعية فهلا في ناس عاشوا بتاعفي نحنا عنا دايما روح المؤامرة ايه ما كان فيه روح مؤامرة قصة أجنبة قصة التنائية الأجانب كان مفروض كان عليها والتغييرات وشو صار ما بييدنا يعني فيه أصاص ما بييدك فيه أصاص بلك هذا الفعال بيجي وقتها انا بتمنله دايما بتمنله لكل المدربين التوفيق ما بفوت ما ببرر مش ما ببرر بالعنان انه ليش خدنا القرارات بس أنا مرتاح فيها نفس الوقت بذا الشاب انا بتمنله دايما ان ينجح يعني ما ركيد هيدا الموضوع هيدنا مانا قصة صحيحي بس تقلب أوقات هيك ايه هي الدنيا هيك يعني متلقوله في انت بتاخدي قراراتيك كمجلس إدارة بتكون عندك معطياتك من وراها هالتغيير بحتي انت بطولة دوباي بحتي بطولة لبنان بحتي واصل او البارت الغرب اسيا تبعه واصل في كذا عامل مازن يعني اذا ما نحكي عن ديوب مين ما طلع وحكي بيقول عن جد انه ديوب كان له ايدي كتير كبيرة بالشكل الإيجابية يلي صارت بالفريق كمان بديك تعرف تجيب اللعيب كمان تعرف تقنع هيدا اللعيب يكون يرعب معيك مين اختار ديوب ما ظن هي العملية اول شي انا مدرب دائما يعني انا كنت عم بعمل رئير لطصفر يعني ريسورج كان الاسم ما رأوش تابعته شوي وكان الاسم مع احمد الكوتش احمد ومحمد لبابيدي ساعد كتير فيه يعني له فضل كتير كبير بموضوع بموضوع ديوب فهايدي الناس كلها اشتغلت وقدرنا نجيبه ونقنعه يجي لبنان احنا مننسى انه منا بقى نحنا متل من 4-5 سنين منقلهم يعني كتولي للاجنبي انه لأ ما في شي ما بتقولي له بديفوت على الانترنت تقولك ما في كهرباء يعني بدنا بيقول بلا هالشغلة فبديك تعرف تتواصل معه وطع فيك معه تريحي المدرب يفسر له كيف الديناي ياخد ويعطي مع المدرب هؤلاء الامور كلها صعبة صعبة يتعرف هؤلاء الامور هؤلاء الامور هؤلاء الامور اكيد ما انا هيني تعاودي معنا ديوب بس هؤلاء الامور المدرب له دور كتير كبير فيها بس كمان ما بتفكر هيك بينكم انحنا عم نتسير انه اوقات الاجنبي مثل البطيخة يعني ديوب طلع مش بس لعيب محترف يعني شخصيته وكاركتيره يدعم اللعيبة كنتشوفه شو مهتب محترم ما بيشارع هذا الموضوع ما دائما بتنجحي فيه يعني مسلا موضوع اوشيفوه اوكي لا 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 ما فهمت ما حدا فاهم لا يعني انه اول شي من اول موسم يعني من انا يعني شفته من الكويت اوكي انه منه مرتاح ما هاي هي فقدينيها انه 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 هو منه مرتاح بالفريق اخر شي حطنا بمواقب خلص يعني تذكر المرش اللي خسرناه مع دينامو اوكي هذا المرش يعني حالس كان بيان انه هو بتحسيها واط اوكي فوقت ادغر الاجنت انه بده يسافر معه يعني بعض كان يعني انا كنت فيني افرض عليه بس شو بيك تفرضي على شخص منا بالقوة انا كنت فيني اجبرو فان حطينا بمواقف ديك تلاقي حدا بتاعفي عم تلعب يوصل بس بطوط لبنان وصل بلا انه بديك حدا يهدي على اي سنتر فبتكوني بيبوزيشن بديك تلاقي حدا بيكون امرار بالماركت ما في كتير بتطلع بتجاربي باسرع وقت تشوفيها تثبط معيك ما دائما تنقش لما تكون خاصة عم تشتغلي بتحت الضغط يعني مسلا تشوفي اشتار الناس بتنتقد مسلا موضوع المنتخب سبلمن يلي بيحضره قبل ما فيك ما تمضي انه كتير اوي انا انا يمكن على البوزيشن هاي ما كنت انا اسألك عن هيدا الموضوع انا ما ممضي كنت هنو على البوزيشن بس هدا فيه مدرب هو دي قراره وهيدا قراره مدرب وهيدا حقه يعني بس تعفي بالباسكت بتاخدي وبتعطي بس وقت ايجا اوفيرويت الاتحاد كان ببوزيشن كتير صعبة لانه الفرع عن الاندي ايجا انا عندي اوفيرويت الله معك الاتحاد عنده مرسوم تجنيس شو بيعمل اصلا ما عارب كيف جنسوا ما في عندك انت دولة ما بتساعد هاي بالاتلة تم تجنيسوا يعني تعافي الصعوبة اللي صارت فدايما موضوع الاجنبي ايه فيه بارت منا بطيخة مثل ما قلتك يعني انت ماضي هايك كونترا هايك جاي مثلا اوفيرويت نحنا عنا ايجا احضرت يعني انه عم نطلع انه عم بيلعب اهم شي كان انه عم بيلعب بيه الاكيفالان طيعت وصل مع فريق الفلبيني يعني لقلنا انه جاي game shape بيضلوا بشلنا شوي من بهادي الفترة عميلا ما نلاقي الشخص الصاح اجت ما كانت صفقة يعني كانت صفقة امانة منيحة يعني هايدي part of the game طب يقولولي يكتب مين يلي جايبوا نفس الناس يلي جايبوا ديوب امرار في امور وقتا انت بتشتغي ونفس الناس يلي جايبوا كل الناس يلي هلأ انتو تلت رباع اللعيب اللي معكن مع لبابيدي صاح يمكن فيه بس امير معجاد تلت رباع مع لبابيدي هاي هني هلأ اللعيب دايما بتغير كتير ايجنت بسابة هالسنة ايه مع زمن مع محمد بس بالماضي لا كم مع زمن مع جاد جاد سعادة هلا انا لقلي انو الاجت عندو دور بس بلبنان ما نم مضطرين نكون فيها الاجت موجودين بس هايدي is part of the game وبتتقبل يا نقطع السطر يعني اللاعب اللبناني فيه وثلت رباع الأمران اللاعب عم هو عم يفاوض مش دايما انو امرار هو يفاوض مضبوط مع انو انتبه امرار بيجي الايجنت يخف حدية عندو دور امرار انتبه مثلا تكون ايه شي نهار كتير مزعوجة من الموضوع اذا حكيتي ديراكت مع اللاعب فيك تخلي الأمور تتفاقم يمكن بتفشي خليك عند الايجنت بيجع بيمتصة بيرجع مين عزبك اكتر شي تيجدد بصراحة اخدت اخذ وعطة اكتر من غيره شوية ثانية بصراحة بصراحة ليس أكثر من حدها عندما تعمل الناس طبيعي يجب أن يكون فيه أخذ وعطى لماذا تشعر تلتر بيع اللي كان مع أحمد فل مارواندياب جورج عقيقة أحمد فران رتاح الشغل كثير مع جورج عقيقة وجورج عطى شغل كثير مني أحب أتشكره أكيد على كل شيء عطي للنادي الرياضي بس أمرار في كامستري ممكن تكون أقوى مع حدا كامستري مع باند فران وأحمد يموت أعلى وأحمد يموت كمان من النادي الرياضي طالع ممكن هني أوف كورت كمان صحبة كتير صح هي ما بس صحبة مش تنحكي صحبة لأنه إذا صاح بيكون موجود بتأثر طريقة إيجابية أنا 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 في تناغم كليا مع بعض وليد يموت كل حياته بقلب النادي الرياضي وأنا على الصعيد الشخصي أنا برتاح كثير بالشغل مع وليد يموت فرجع وليد ببوزيشن يلي هو من زمان كان بيستحق أو يلي هو كان عم بيعملها بالمخفة أنا كنت مدير الفريق صح بس مش كنت قوم في كتير أمور ما كنت أنا أقوم فيها لأنه عندي آخر شي عندي شغلي وعندي كان وليدي يلي هو عم فيها فأنا ارتقات أنه صار دور وليد ييجي وكان بره ورجع على لبنان أنه يرجع يأخذ لهادي البوزيشن بس يخدها بالطريقة الظهرة رانا معنا روني وطوني معنا بس ما في زعل أنتو ماروان مقبول لله لكن هذه صعوبة الرياضة أنه بتاخدي ديسيجن بتلاقي أنت الأنسب أنت في محال إليك حق تعملي هاتشينجز بتعمليهون شو أنت الأنسب للفريق بيقولوا أنه إذا انتقل الشخص من الرياضة لفريق دينامو بيصير فيه زكزكة لأنه يقال أنه فيه زكزكات بين حجم هزنطبارة وفيصل لكن كل لاعب له حق وكل إدارة له حق هو ما بده موضوع فيصل بيأخذ يعني دائما بيأخذ أبعاد هو قال مع الزميل فالس كرام أنه حاسس أنه هالفترة أنت ما كتير حابه وما كتير صراحة ركزت بترجع أحضرها للحلقة بعتقد صار في حديث عن علاقتك معه هو قال أنه من ميلته يمكن ما في شي من ميلتك على الأرجح في شي ما بعرف شو هو نكب فيصل عم بيعمل شغل بفريق تاني هل قدي حجمة عندي يعني هو منافس ببطولة لبنان ما ضروري أنت تكون متفق مع كل الرؤسة لدي باللعبة يعني بتكون دائما لازم يكون فيه احترام بس أنه فيه كامستري بيني وبيني ولا والأمور ما دائما بحكيها وانا متل ما شفت يعني فيه أمور بخليها بفضل خليها دائما الليلة لأنه إذا عند شي قوله للشخص قوله يبوشوا ما بقوله يعني ما دائما الإعلام هو طريقة تتواصلي للناس هلا عمي الحاجة كتير بالكواليس أصلاً يمكن أنه ما بعرف إذا مضبوط عن فريق نادة دينامو رح ينباع ما رح ينباع فايصل بطل بدو عم نسمع بس نحنا ما من نتبنى أي إشاعة أنا بتمنى لك أنا بتشخص بتمنى فيني ما أتفق معيك بس ما بتمنى ولدي أو أي إنسان أنه ما ينجح بياللي هو عم يحابه أو طامح له اوكي فا أنا سمعت هذا الحاجة مبارح بس مبعف مدى جديته يعني بالماضي كمان اسمعني بالماضي اسمعني هذا الشاب عم بيجرى بيشتغيل ما إلا ما إحنا إلو عليه يعني إن شاء الله لا ما أزل لأنه كمان في كوتشز ولعيبة يعني في بي رقبته كمان مسؤولية كبيرة كل رؤسة لدي عنا هالضغط النفسي قبل الضغط البس المالي ضغط نفسي إن إحنا مسؤولين عن الناس أنا هذا الموضوع كتير بيقلقني في لأنه في أمرار واحد متفرق معه في ناس متفرق معه في كتير رؤسة عندي لأ بحسوا في حاملين هني مسؤولية وبتقلق هادي الكلمة يعني أنا شخص مثلا بتطلع إذا مأخر شي محل حيتأخر المعاشات أو شي خلص بصير موتر أكتر ما توتر التبع شغلي يعني شغلي كمان قصة اللعيبة وكل هيدا الهم مازن ما بنا ننسى إنه في بعض الأحيان مصير في مشاكل بقلب النادي بين اللعيبة طبيعي بس هادي حالة هادي حالة كتار ألوت تحت الطاولة في خلافات بين اللعيبة لعيب من راضي هيدا راضي هدا كمان شئ بده اهتمام كتير لكي أنا آآ سنت الماضي أول موسم تدخلت كتير أوكي تاني شئ من الموسم دخلت قلب كتير ألوك؟ دخلت أقل أول شئ بالموسم كتعم بتدخل كتير 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 بطلت صار تدخل كتير قليل يعني يعني من بعد ما كان وصل كوتش أحمد فران؟ أكيد بعد ما وصل أحمد يعني في كتير أمور صرت أسلس أوكي ف يعني رجعت لوارا شوي أكتر ونفس الوقت وقت صار في يعني هجوم على أحمد أوكي متل لو صار كان لو كان صار على كوتش جورج أو على فؤاد أو على أو على أنا شخص بحمل مدرب أوكي يعني بعمل كل الأفر أحمل مدرب ليش؟ لأنه بكون أنا عندي معطيات بعرفها فطلعت فرانت لاين لأنه شفت في محل ما أنه في خطر على الفريق من ورا هالضغط يلي عمي الحط يلي ما له معناه لأنه هني ما عندهم كل المعطيات ومتما قتلك كون أنت عم تشتغلي عفايلات ما فيك تروح تصرح عليها يعني ما فين يطلع على الجمهور ليزم نروح هلا وكفت بيظاهر اللاعيبة وبيظاهر المئة بالمئة لأنه أخر شي اللاعيب كل بتعرف اللاعيبة اللي عندي كمان انت بتشوفيهم إذا شايف الشخص ما بده يعطي من قلبه بتعرف كيف بتشوف اللاعيبتي كلها متعطي بس عمرار منا زابطة بديك توقفي حدا لأنه إذا ما وقفت ومحضة بوقت الصعب يعني الصعب قام بتوقفي حدا بدنا نحكي عن ثلاث نقطة باختصار وعننا أسئلة الناس بعد كمان فورمال بطولة شو رأيك فيها المطلع المبدأة أنه ثلاث أجانب عندان تو بلاس وان لكي أنا حكيتها قبل بمرة كان السيد نديم حاكيم داع على اجتماع قبل قبل ما نروح على بطولة وصل داع على اجتماع تاني تشاور كم موضوع بالثلاث أجانب وارتعينا أنه يكون بالاتحاد الاجتماع لأنه ما بنا نفرج إنه في صراحة أنه الاتحاد آخر شي هو المسؤول يعني مش الاندي اندي بتنتخيب اتحاد اتحاد هو عنده إدارة اللعبة مش الاندي بتدير اللعبة فصار الاجتماع بالاتحاد وتأستاذ في كان بس كانوا 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 فيه بروبوزل كيف السكتجول لأنه عم بخافوا إنه يكون فيه قيمات فيه فرق كتير كبير بين لفلز بين الاندي الطالعة واندي تانية فارتاقوا إنه استاذ بي كان قال إنه ليش ما منروح لثلاث أجانب بلا يلي ما هو وان ليست اي أو زيرو مشان إنه موضوع الفرق ثلاثين واربعين نقطة تقوى المنافسة تقوى المنافسة قلت له أنا وقت ضغري على بل بالاجتماع قلت له أنا ما عندي مشكل إذا وان تقوى المنافسة يباعد أن تكون او لأنه تكون لان ما فيكن إنتي مضايطة فريقك تغير القوانين بعد ما مضايطة فريق عا استراتيجية معينة أنا جاي يساعد الفرق الضعيفة مش قوي فريق ما اشتغل وقادر شوية يشتغل تهوي يربح البطولة يباعد أنه هايك لازم تكون لانه صرت بالنق بطل قصة موضوع بفرق نقاط صار مي بدور بحل بطولي فعملنا فار بتصير فنحطت هادي الوجهة للنظر وراحت الامور هلا ناطرين يعني الاتحاب بديو يعلون النظام البطولي بعد الارار الرسمي ما طلع لها بلاس يعني وان في شي يعني لنا انا عمولو بالمعن انت اخر شي الفاين الفور عم تلعب مع الفرق كلها مع الاست اي مفروض اوكي ممكن باستثناء الحكمي واحمد ابراهيم لازم يكون كام بده بس باللس اي اصلا كل الكنسب طبعا ما بدي فوت فيه غلط بس موجود انو تعادي اللاعب اللاعبين منتخب يتفرجوا اكمان على الاجارة ما نوه كتير منطق مشان اي لي بيحكيني موضوع اسماعيل احمد دايما هذا الموضوع بيتلع اسماعيل احمد تجنيس من 2000 احمد اياه سنة داخلك 2016 وقتا كان سماعيل أحمد أخذ جنسيته سماعيل أحمد أي لبناني بروح برات لبنان بيتجوز ويعيش بهذه الفترة وبيشتغل بياخد جنسية عطى كرة السل اللبنانية أي أكتر من أي أكتر شخص ما بيفيد المنتخب صح ما عندي أول شي بس كذلك الأمر وقتا جنة جوليان خزوع ما كان بيفيد المنتخب فمش ما دائما نسمع عنه أنه أنت بتحكي بهذا المنطق أنه كان عندك ومثل ما شفت إسمعيل أحمد منه مربوط كان بالنظر ياضي كان فيه يروح على غير أندي وإسمعيل أحمد هل عمره فورتي سيكس أو فورتي سبن على طول بعمره مش على أساسه بتبني أنت بطولاتيك وثلاث أجانب هي كتير درريت هيا ما بيفقك فيها الرأي بينبنى علي بطولات بعد لها لا عن جد سملا علي ما زل أنا ما بدي أرجع فوت نكنكلي بفينال هي ديك الثنة بس إنه مش معقول أصدق إنه ينبنى بطولة مش الربح بطولة لبنان يعني كيف يكون الرؤوس تاعت بطولة لبنان بس ننوضحها لأن الصمع آخر شي ديناي صار ديناي من الرياضي أكاديمينا دي الرياضي مازن من الأنجح بلبنان وبالوطن العربي شو الفرق بين أكاديمينا دي الرياضي مازن والأكاديميات الأخرى لك الأكاديميات كلها عم جرب تشتغل باللبنان أنا أعطي حقها أكيد هلأ ما في شك الأكاديمية هي بلش يتأول شي كانت أول أكاديميين بلبنان هلأ صار في كتير هلأ صار في كتير هلأ صار في كتير هلأ صار في كتير أنا بالفترة كانت زين عرقجي استنمت الأكاديمي وشتغل وشغل كتير حلو أشتل كوفيد وشتل المشاكل تاعت البلد وهيكي رجع استنم لفترة وليد واجأ وبعدين كوفيد خلا يلي بيقدر يسافر من البلد يسافر ووضع الاقتصاد يلي ما رأنا فيه اجأ أمير مرة كان اجا عندي على المكتب قال لي عم فكر بتعطينا فرانشايز للنادي بملعب تاني كان قلت له بدل ما نعطيك فرانشايز للنادي لين بتاع عديرة انت بل بالنادي هو تفاجأ وقتها لان انا بعرف راسه لأمير كيف يفكر وبيعجبني طريقة تفكيره بس أمير بيشتح هم راح شتح راح عمل الملعب وعمل الدني كله غيره وجعل عندي اللي عملنا كله بس ما اتفانى يا أمير كيف فتت هالفوتة فوتني بهالمساري كله لا هو مش هو هو تكلف يعني بس اخر شيء بدك يأمن اللي اللي حطن وصار في اتفاق مبدئ على سنتين بشي رامزي يعني مش رامزي كمان انو بمبلغ مادي طب بعدين نرجع نشوف كيف نلاقي حالنا ماديان تنيناتنا يعني عاطى شغل كتير حلو والنادي كمان اخدنا قراءة نروح برا يعني فتحنا على دوباي هلا فتحنا بكطر وان شاء الله عن قريب بالسعودية بس مازن انا كان قصدي بالفترة السابقة حتى يعني في شي بيميز هيدا الاكاديمية بتقلي بوقتها ما كان في كتير ما كان عندهم كتير خيارات لعيبة بس ما فينا ننكر نجاح لحلي كمان شارة تانية هي بس هلأ هلأ خاف شوي بالرياضي وهيدي زياجتنا شوي انو ملعب الرياضي مفتوح يعني كانوا الشباب يفوتوا اكاديمي يخلصوا اكاديمي يخلص فريق الاول تمرينته تلايهم عم يلعبوا ثريان ثري فورون فور بلا اجار بلا شي يعني ضلوا كل الوقت قاعدين بالنادي يعني هي مش بس الاكاديمي اللي انت عم تاخد الوقت الساعة أو الساعتين أو ثلاث ساعات أو ساعة ونص بسام بالنهار ثلاث مرات أو أرب مرات بالأسبوع كانوا الشباب نايمين بالرياضي يعني بدي حكيك عيام غالب ومحمد إبراهيم وفخر الدين كلهم نايمين يعني كانت تخلص تمرينتهم من هون تلايهم ثريان 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 فورون فور هاي بتخلي اللعيب يقوى أكتر هلأ هالأيام نحنا خافي عنا وهالأمور ما بعض كيف دي لقيلة حل لأنه انت اللعيب ما بتكفي بس الأكاديم بيكي لعب أكتر شو بينقصنا تايصير عنا تالنت أكتر مازن هلأ عمين حكى بكتير قصص أنه سير في دورة للجامعات أقوي سير في سكاوت لكي ناس عن دا مشكلة بالصيز مازن هيدا سنة حكي هيدا حلأ مشكة الصيز مشكة بلد يعني أنه بديك تشتغل على تفتش بالمناطي هلأ الشغلة الثانية يلي مهمة يلي الناس ما ما بتنتبه له أنه أنه انت السنتين ونصر كوفيد في فترة جيل ما أخذ حقه ما أخذ وقته أوكي ولما تستثمر بالأكاديمي ما بيبين اليوم بعد فترة بعد فترة فيك ترجع تركب فريق سنتجي الأكاديمي بديك تزرع اليوم بعد عشر سنين أو اثناشة سنة تتلاقي يعني في وقت بيرجع يطلعوا التالنس بديك تنتبه على الناس اللي طالعين هلأ ترجع تصوب البوصلة نحنا شي اللي ما عنا إيه وليزم عم نشتغل عليه وأمير حاطه بباله وحتى رئيس الاتحاد كنا عم بحكي معه ما عنا ايدنتي نحنا ريلا ايدنتي بالرياضة بالباسكت اللبنانية كما تقولي اي لاعب سربي تعرف انه عنده شوطة نحنا فيه قصص لازم نشتغل عليه تكنيكلي يصير عنده اللعيب ايدنتي اصدك ايه باسكتبول وايس ما عنا هالفيلوزوفي انا بحس يمكين غلطان انه ري الفيلوزوفي على الاكاديميات كلها يتساوتكم موجودة يعني لازم اي لاعب يوصل مثلا انا هدي منيوم عندي الشوطة لازم خلاص ما فيه انه لعيب باسكتبول ما يكون نحنا عنا كل لعيباتنا عندهم شوطنج برسنتج عالي هادي تمرين هادي وشغل تكنيكلي شغل اول شي مازبوط دو يشتغل واحد عحاله بالنهاية هو يكون مقتنع بهيدا الشي مازن اخر سؤال عن المنتخب اللبناني اول شي قداب يكبر قلبك انه خمس لعيبة من لاعبين منتخب اللبناني هنا من فريقنا درياضة وشو رأيك بالنتايج باختصارا وبعد عندي اسئلة من الناس هذا فخر للبنان اخر شي لما يروح لعب منتخب لبنان بطولة تعالى وهذا فخر وانتبه الفخر الاكبر انه هيدا المنتخب ما في كتير يعني كلهم برودكت بيور برودكت لبناني يعني يمكن كريم عز الدين بس زماني غلطان من بره البايا كلهم توقف عن النتايج اكيد طبيعي طبيعي شو كنا مستنظرين اخر شي بنعرف نعرف شو في بوشنا هوني كهه وانتي طالع من بلد منكوب وعم بيعطي فبديك تعطيهم معنويات هلا كله تقوص على المنتخب بموضوع سبلمن هدي هي بس لو قادرين كانوا جنسوا او يغيروا او يعمل الشي تانك ان عملوه انت كنت جنست بيور فايف انا اي اي طيب ننتقل لا اسئلة الناس عندي جارج مارتا بيقلك شي مرة مضات اي لاعب او كزا لاعب خوفا من انه يلعب مع فريق غير ضد الرياضة خوفا منه بمعنى اخر لا لانه نحن دايما كان عندنا كتير استحاقات فتقدر تمشي بكل الاستحاقات كانت يجب يكون عندك بنشك كتير قوي نحن تارجل تنعب اسيا مش بس بطولة لبنان ريبال زعيتر بيسألك بتتوقع ينزل مستوى الرياضة بعد ديوب وهل الفريق قادر يجيب سنتر بهيك مستوى هيدا السنة؟ هلا الشباب طريقة تركيبة الفريق ان شاء الله هتفرجي انه لا ما ينزل يعني ان شاء الله حنكون دايما نعرف اللي اللي احنا فرجيني هلا ديوب لعيب كتير كبير وكنا محظوظين اللعب معنا ومحظوظين نراح من الناد الرياضي على الان بي اي فالامور بنا نشوفه هلا بعمش ان صراحنا بعمش فتولة جيم لرياضي هالسنة اعرف احكم على الفريق تركيبتنا عم نعمل الانسب للفريق وبالامكانيات الموجودة اعتذرتو كمان عن الدورات الودية تايرتاح الفريق ماذا؟ اخر شي المنتخب الناس بتحكي كتير تسمعي كتير اللاعبين المنتخب لبنان ما رتاحوا لفترة طويلة اذا كنت بدي يون هلا يجوت هنرجع نروح على البطولة العربية ونلعب بطولة الدوحة هنفرج صورة مانا مانا منيحة للفريق وحيكون في ريسك اصابات كتير كبيرة مورا التعب فارتعينا انه نضحب هالبطولات لراحة اللاعبة شو رأيك بيالي عم بيصير بينادي الحكمة؟ ان شاء الله يلاقوا سوليوشن سريع لانو نادي الحكمة اساسي لللعبة يعني اساسي اساسي ودايما لما يكون الحكمة مرتاح بتعطي رونة للبطولة غير وبتساعد رياضي كتير كالأمر شو النصيحة كمان بيسألك الياسي الحلو لقلن؟ نصيحة؟ يعدوا مع بعض ويلاقوا السوليوشن اللي بتفيد النادي وينحط وضل الأمور بالطايل الكتمان يعني تانحال يفوتوا يعدوا تيحلوا كل الأمور تيكملوا لقدام لانو هالنادي لازم يحافظوا على أمانة الحكمة يعني آخر شي هذا النادي كتير كبير ومسؤولية كتير كبيرة منو صعب يتفقوا ومنو صعب تشتغلي فيه بس بدك تكون النية هي الأساس إنو هي المؤسسة الحكمة هي الأساس آخر سؤالان قليل أسمر بيقلك بعد فوز الحكمة ع بيروت هلأ ببطولة قطر الودية كيف شايف الحكمة هيدا السيزن ومين بتتوقع فين الفور؟ صراحة أنا محضرت الجيم بس أنا متوقع أن الفريقين ما لعبوا باسكتبول كتير حلو لأنه بعضهم بفترة تحضيرية ومنون جاهزين يعني ما فيك تحكم على هذا الجيم أبدا نحن أحد أسبابنا مش شاركنا مش ما طلع بصورة منا صح وهلأ حطوا ضغط على فريق بيروت بالكنتكست اللي كان موجود بفهم هالتنشن اللي صايرة هلأ من الفاين الفور؟ ما فيك تعرفة بأنه فيك يعني تتكهني بس دائما فيه سورفريز بتصير دوري سيزن على الورقة والقلام اليوم أنه مفترض يكون فيه حكمة في رياضي في بيروت وفي دينو هلأ الهومانتمن في خلق يعني في خلق فريق كتير منيح فريق كتير منيح يعني هول الخمسة اللي هني كشوفهم أنه بيعملوا فاين الفور يعني هول الخمسة اللي أكتر شي مرشحين تكفوتو على الفاين الفور آخر سؤال من اسماعيل بايسة كيف توصف نادي الرياضة؟ بيتي هذا بيتي التانية يعني عطيتو الوقت هالنادي جواتي ما عف كيف دي فسلكي يعني أنا بالنادي بعمر بنتي فااااااااااااا بيعمي لي كتير الوقت اللي نعطى لها النادي صرت خلص هو جواتي يعني ما عم بعرف اعبر ليك، ما عم بفسر ليك أد ما عندي شغف لها النادي الرياضي يعني الناس ما بتعرف واته نخسر أنا ما بنام يعني وبيضل عيومان ثلاثة كتير ما بتحاكى قد ما بحبوا لهالنادي وبخاف دايما يعني بطبيتي أنا قلتلك أمرار فين يكون أجرسيف لحماية هذه النادة يعني فهيدا هلقدة في عندي تعلق وحب للنادة الرياضية محظوظين فيك بنادة الرياضة مازن ومحظوظين بكل شخص عم بحط إيده بإيدك لمصلحة هيدا النادة شكرا لألك طولنا كتير بهيدا الانترويو بس كتير حلو الحكي معك مازن وبتمنى لكم التوفيق لهيدا السيزن بلبنان وبواصل أيضا بتشكريك والله يوفقكم بالبودكاست ودائما أنت يعني عم تعطي صورة كتير حلوة لكرة السلة اللبنانية شكرا لألك